اشتماع صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القيد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة مع وفد جامعة الدفاع الوطني الأمريكي برئاسة فريق أول متقاعد جوزيف هور وذلك بمناسبة زيارته للبلاد بحضور سعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن رياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء ركن عبدالله حسن نعيمي المفتش العام وخلال الاجتماع رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالوفد الأمريكي حيث استعرض معهم علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة مشيدا مع لي بعمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد على الدوان تطورا وتقدما على مختلف الأصعدة متمنيا مع لي استمرار هذا التنسيق والتعاون في الشأن العسكري بما يصب في صالح تطوير علاقات الصداقة بين البلدين كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك حضر الاجتماع سعادة السيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والفريق كيفين دونغان قائد القيالة المركزية الأمريكية للبحرية الأمريكية والعقيد سكوت ريزر المسؤول الأول بمكتب التعاون العسكري الأمريكي وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر